نقدر نفهم مع بعض الجزئية دي. من خلال ده كان موجود عند زمائلكم فيه ناس حلت صحة وناس حلت غلط. تعالوا نشوف ليه اقدر احل النقط دي اتصحة او ايه اللي خليني احلها غلط. طبعا مديني هي مجموعة كلمات زي لازم اكون حافظ مجموعة الكلمات ده هيت وده كانت موجودة عندي في الدرس التاني. والنويلد لايف الحياة البرية. عندي بمعنى غابة وكان عندي الدرس كله بيتكلم عن حاجة اسمها ميني فورست. ميني فورست اللي هي الغابات صغيرة. عندي ارياز اللي هي مناطق ارجانيزيشن انا منظمة وده تعريف لكلمة اه ميني فورست. وانا نيتشر عندي بمعنى الطبيعة. طيب. تعالوا نقرأ مع بعض. وحد يرفع لي ايده كده ويقول لي يا سير انا جاهز اكمل مع حضرتك. مين جاهز? انا. 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 ن LOL. الان هبدأ بحسن هبدأ بحسن هتكمل القطعة كلها يا حسن خلي بالك. تمام 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 يلا يا حسن. بقول هنا ميني فورست از ان an organization يبقى هنا لما قلوا many forest is an ونتعرفها عندي organization هي عبارة عن منظمة بتعمل ايه المنظمة ديت اللي بتزرع small areas of trees مناطم الأشجار in the middle of our cities وسط المدن these special green areas هذه المناطق الخضرة المميزة help people بتساعد البشر enjoy enjoy nature nature برافو عليك يا حسن enjoy nature بتساعد طبعا البشر لأنهم يستمتعوا by nature الطبيعة and the hill to our and the hill to our areas لا مش areas بقى هنا هي هنا green areas ديت مفيدة للبيبول ومين wild life مفيدة للبيبول عشان يستمتعوا بالنيتشر وايضا بتساعد هنا الوايلد لايف بتساعد الوايلد لايف يبقى and the hill to our wild life تمام we always plant the trees بنزرع الاشقر ضا هيت that grow naturally اللي بتنمو بشكل طبيعي in an area في ممطقة and we carefully look after them بنعتني بيهم بلناية طبعا أو بنرعاهم until they become a small forest لحد ما بتصبع عندي small forest اللي هي بسميها mini forest اللي بسميها mini forest اقول القطعة مرة تانية سريعا اقوله mini forest is an organization عبارة منظمة which plant small areas of trees in the middle of our cities these special green areas help people enjoy nature and help our بتساعد طبعا الوايلد لايف we always plant the trees that grow naturally in an area and we carefully look after them until they become a small forest a small forest ده كان بالنسبة لي الجزئية الاولى question number two برضو الناس جديد تركز معايا في القطع لان الكلام ده هو اللي احنا اخذنا الحصة اللي فات مديني خطعة وعليها مجموعة اسئلة تعالى نشوف تاني سريعا كده وانا mini forest is an organization جاهزي نفسك يا جودي جودي محمد mini forest is an organization which usually works with local communities بتعمل هذه mini forest او هذه الorganization مع local communities المجتمعات المحلية ليه بقى بيعملوا مع بعض ليه قالتوا plant and look after the forest عشان نزرع وكمان نعطني بالفورست الغبات the plant اللي بزرعوها over time على مر الوقت زي كل اكتداة وانا بيجمعوا الداة البيانات from every forest من كل غابة زي بلانت بزرعوها a few times زي ما انسى زي سهل بالزين ده بيساعدتهم طبعا لتجمع الداتا ديت understand ان احنا نفهم the effects on the new green space طبعا هنا التأثيرات او بنفهم التأثيرات الخاصة بالجرين areas الجديدة المناطق الخضرة الجديدة على مين على البشر والحياة البرية and climate كمان والمناخ of the area الخاص بالمنطقة زي ريلي طبعا المنظمة ديت نادرا have enough people بكل دايهم عدد كافي من البشر for all the project لكل المشاريع الخاصة بيهم so زي نيد ولذلك هم محتاجين more volunteers كتير من المتطوعين to join the mini forest organization عشان ينضموا لمنظمة الميني فورست نقطة الاولى جودي بقول they collect data from every forest طبعا they plant أو they grow they plant أو they grow النقطة التانية they have enough people rarely هواي الهالي مباشرة نهيتي بقى they rarely they rarely وانا rarely بمعنى نادرا النقطة التالتة عندي بقول why does the mini forest organization work with local communities ليه بتعمل مع local communities هطلع فوق ادور كده قال لي wow work with local communities جميل يبقى وايها جاوبة هنا عليها تو يبقى له to plant and look after the forest زي بلانتو over time اخر النقطة عندي بيقول لي who do they need هما محتاجين مين to join mini forest organization عايزين من ينضم لها طبعا عايزين more volunteers المزيد من المتطوعين يبقى كان عندي كلمة volunteers اللي بمعنى متطوع ده بالنسبة للسؤال التاني السؤال التالت عندي مديني برضو هنا ديالوج محادسة وعايزني اكمل النقط اللي موجودة كلمات اللي عندي نيتشر و city volunteers location وكمان spaces من جاهز هنا انا 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 يلا يا احمد بقول where are you going يا سجدة قالت ل I am going to the mini forest organization رح منظمة الميني فورست الجامبينة دي what is his organization هي عبارة عن ايه الorganization ديت it's an organization which plant small areas of trees in the middle of our cities لا cities يا بقول اسمها in the middle of our cities in the middle of our cities وسط المدن وسط المدن انا صفحة 22 في المزاكرة لانا نسي جايبها لك دلو صفحة 22 اه مين عبد الرحمن محمود عبد الرحمن مين عبد الرحمن انا يا عبد الرحمن الصوت عندك عبد الرحمن هروح بعد كده بيقول لي how is that how is that ازاي بيحصل الكلام ده بيزراعوا طبعا مناطق كتيرة and بيحولوها او بيجعلوها جرين ايه حلوين هاو بيجعلو ايه هنا هاو بيجعلو ايه هنا يا ريتال 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 محضرات ايه اه بيحولو المناطق ديت لجرين ايه ام جرين سبيس برافو ايو كده يبعو ان في النقطة الولى كان عندي سيتيز النقطة التانية هقولو جرين سبيس لمساحات خدرة بعد كده بقولو اوسم رائع how can they choose these areas بيختاروا المناطق ازاي they always work hard to find the best urban location عشان يجدوا المناطق الحضرية الجميلة او الافضل for the mini forests للغيبات دي where people and the wild life need need most المناطق اللي بيكون فيها البشر والويلد life محتاجين لي ايه اكتر ها جودي ايمن nature nature طبعا ومحتاجين فيها nature اللي فيها الويلد life والبيبل محتاجين للنيتش most nature بعد كده بقول what can I do to help them اقدر اعمل ايه عشان اساعدهم they always need هما دايما يا جودي they always need volunteers دايما محتاجين لل volunteers المتطوعين نركز شوية في اللي جاي طبعا كل القطع ما فيهاش مشكلة لما اجا بص هنا مدين كتاب المدرسة وبيقول لي خلي بالك دي جمل كتاب المدرسة يعني ايه يا سير جمل كتاب المدرسة يعني حبيب قلب بلازم تكون حافظها مش فهمها وبس يعني فهمتها يا سير اه وعارف ترتيبها تمام ايوة انتظر مها انتظرها في الامتحانات انتظرها في الامتحانات ليه لانها من كتاب المدرسة وامتحاني بيجي يجيلي من كتاب يبقى ايزا كلام ده احنا حلينه وابل كده في الشيط اللي معاك يلا نحلو مرة تانية مين هيشتغل معاك الجملة الاولى عايزين بقيت الناس تشتغل يلا يا جودي number one يبقى هقوله اتفقنا اني عندي كل ظروف التقرار بستخدمها بعد ام از اار يبقى ايام يوجيلي ان بيد انا دايما بكون في السرير before ten قبل الساعة العشرة number two يا حسن بقوله my dad my dad always eats a healthy breakfast in morning كلام جديد my dad always in the morning eats a healthy breakfast لا ارجع لي تاني ارجع لي تاني يلا يلا الجملة مرة تانية طالما انت رجعت بكلامك يلا my dad my dad in the morning my dad my dad always in the morning eats and let's see breakfast لا سير my dad is stop الناس اللي بتتكلم خليه هو يصلح نفسه خليه هو يصلح نفسه الجمل دي حلينا الحصة اللي فاتت يلا يا حسن وانا حبيب بدا بالفاعل ثم ظرف التكرار الفاعل الاساسي في الجملة الظرف الزمن عندي بارمي في نهائة الجملة يعني يا سلام اقولي in the morning ارميها لي في اخر الجملة تفضل my dad always eat my dad always eat a healthy breakfast in the morning تمام تأكيدا على كلام حسن مرة تانية هقوله my dad always eat a healthy breakfast امتى الكلام ده in the morning اقول مرة تانية my dad always eats a healthy breakfast in the morning فاعل فاعل مفعول مكملة جملة اللي هو الحرف الجار تمام يبقى my dad always eats a healthy breakfast in the morning نمبر سرية رتال دنيا اندوائل are never late for school ممتاز ايوة كده يبقى في الجملة التانية الداني استخدام always مع فعلة اساسي اللي هو eats عشان كده قلت له my dad always eats my dad always eats ليه لانه always الناس اللي لسه داخله always sometimes usually بيتيجي قبل اي فعل في الدنيا معادة am is و are عندي ارا هي سير لا never تيجي بعدها يعني هقول ايه هقول زي ما قالت زمنتنا يبقى دنيا and دوائل are never are never late for school number four يلا يا عايزين براء how often do you go to the dentist دنس كمان كنا طبعا في الجملة دية ترتيب السؤال ده وحفظ السؤال ده مطلوب من الترميدة ليه هو ده الجرامر اللي عندي في الوحدة الاولى يبقى سؤالي اسمه how often ماشي يا عم انا قلت هاو ودي اوفن هاي السؤالي قلت هاو اوفن دايما بستخدم يا دو يا ضز طب ما انا عندي دو اهي طب دو عايز فاعل اللي هو يو وبعد دو الفاعل عايز مصدر اللي هو جو يبقى how often do you go to the dentist how often do you go to the dentist كم مرة بتذهب فيها لطبيب الاسنان هروح بعد كده عدوائل our teacher sometimes 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 give us homework on weekends ايوا كده تعالا نشوفها تانية حسن هقول our teacher sometimes gives us بدينا بدينا ايه homework امت on weekends في العطلة الاسبوعية power teacher sometimes gives us homework gives us homework في دينا واجبات امت on weekends اخر جملة عندي يا كادي يا كادي نجرب كادي بقى كده عشان كدغايبة هقول it it rains rarely in the western desert طيب فيه شوي التعديل بسيط اخلي بالي منه عشان انا انت الحسس اللي ما حضرته هو ده اللي انا بأكد عليه تاني دلوقتي عشان استخدم rains و really قلنا rarely زي always usually بتجي لي قبل الفعل قبل الفعل يعني انت يا سيرة عايزنا اقولها it 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 rarely rains زي it always rains زي it rains تمام يبقيت really rains امتى اوفين in the western desert يبقيت really rains in the western desert ده كان بالنسبة لجزئية الترتيب عندي بعد كده exercise تاني اللي هو خاص باختياري للكلمات اللي بسميها ظروف التكرار امتى بقوله يوجلي امتى بقوله never امتى بقول always وهكذا طيب تعالي اللي نشوف في number one يجودي ايمن بيقولي the wizard is sunny in summer usually هقوله يوجلي ياسير ما ينفعش اقوله never هنا جو مش مصر في الصيف كمان يبقى يوجلي نقطة تانية يا حسن i i eat date as a snack i love them i love them how often do you play football with your friends بتلعب كم مرة مع اصحابك number four ايه ايوة هي دي تطفيس كاب مين مالك يا مالك date حبيبي exercise احنا عاملينه لسه موجود في group للناس تطبعه وموجود ايضا برضه في center نقدر نعد ناخده زي ما قولت مجاني تمام تمام بس بس الورق معاي معاك الورق ده انت جبتوا النهارده ام واجبتوا النهارده طيب برافو عليك ده عندك اوات page three page three الناس اللي معاها الشيط page three قلنا في number one the wizard is usually sunny في النقطة التانية قلت I often eat dates لان I love them في number three قلنا طبعا بسأل بحاجة اسمها how often كم عدد المرات how often do play football number four يا حسن بيقول لي سامير هقول له play video games he doesn't like them very much he doesn't like them very much هو مش بيحب never يبقى اقول له never طبعا ما ما يحبش الحاجة دياتي بقى انا ما ملعبهاش اللي مدهولي هنا مديني always and never يبقى never اللي صح نيبر اللي صح number five يلا يا جودي ايمن بقول له we go cycling on holiday but most days ولكن معظم الايام we relax on the beach sometimes sometimes يبقى هنا اقدر استخدم الحاجة لليلة اللي هي sometimes احيانا بنروح cycling بنركب الدرجات بدايتنا ولكن معظم الايام بنريح على الشاطئ يبقى اسمها sometimes number six جودي محمد بقول you call me now are you angry with me rarely يبقى اتبعي بتتصل بيا كل فين وفين نادرا نادر لما بيت بتتصل بيا هو انا زعلتك في حاجة انت غضل مني يبقى اسمها you really call me now are you angry with me number seven يا كادي بيقول لي we don't like fish at all we don't like fish معنى كده we eat it we never we never على طول يسهير انت بتقول ما بنحبش السمك يبقى عمرنا ما بناكله ما بناكلوش we never number eight يا احمد بقول my auntie lives with us aunt عيشة معانا so i speak to her هتبقى often i often speak to her اه انا غالبا بتكلم معا هدا معانا ببيت واحد يبقى بتكلم ها بنسبة كبيرة مش نادرا number nine يا حسن بيقول لي i do my homework in the afternoon but i prefer بس انا بفضل to do it in the evening i sometimes 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 he doesn't like his vortis he doesn't his vortis there is no train or bus there there is no train or bus always يبقى هو always drives بيروح بعرابيته دايما الشغل لان ما فيش القطر ولا autobus هناك يبقى هو دايما بيروح بالعرابية يبقى always number 12 يا حسن بيقول لي نقط often اسمها ايه حبيبي often how اسمها how often how often تمام يا مالك تعال لي يا مالك بقى الجملة اللي بعدها number 13 بيقول لي he goes really ولا really go ولا really goes هنجي هنا نرجع يا سيلو ونسأل نفسنا انا عاوز ترتيب الكلمات دي في الجمل مع السير اللي وجود always أو sometimes تأتي قبل اي فعل في الدنيا مع دا ام وزو ار يعني المفروض هي اللي تجي الاول اه طب لما بص هنا من الدنيا جوه الاول لا ما تنفعنيش يبقى يا دية تمام يا التانية التالتة طب دا انا بتكلم عن مين هنا حبيبي عن هي سير وانا مع هيش ايه تعايز الفعل اللي اخره اس اس تمام يبقى اسمها ايه عم مالك هي ريلي جوز هي ريلي جوز هو نادرا ما يذهب او يخرج هي ريلي جوز ما ينفعش يا سير اقول له جوز ريلي لا الترتيب غلط الترتيب غلط المفروض ريلي الاول وبعدين جوز طيب ما هي كان عندي ريلي جو ما ينفعش جو مع هي قلنا مع هي وشو ات باستخدم الفعل اللي اخره اس يا كادي نمبر فورتين وي توجيذر اون فرايديز يوجوالي بلاي يوجوالي بلاي برافو ويوجوالي بلاي ليه يا سير حبيبي احنا قلنا ترتيب يوجوالي اللي تجي الاول تماما انا عنده هي واها بس ده انا عندي ويا سير جامع يبقى باستخدم المصدر بس اللي هو بلاي ويوجوالي بلاي ويوجوالي بلاي الناس تركز عشان كده احنا بنراجع على كل اللي فات نمبر ففتين جو دي ايمن شي جيت ابلات شي جيت ابلات دازنت هقول له دازنت يا سير حبيبتي ما هي شي ممكن اقول شي ازنت ايوة ممكن اقول اقول ازنت لو بعدها اين جي انما انا عندي مصدر اللي هو جيت يبقى اسمها دازنت جيت دازنت جيت نمبر سيجستين يا برا بقول هند ريدنج ستوريز لايكس لايكس طبعا ياسير مدرع بسيط جملة مدرع بسيط قلنا مع هند ده مفرد يبقى اس هي او شاو ات اس ياسير هي لايكس شي لايكس نقطة اللي بعدها نمبر سيبنتين بيقول لي وي وي افرثين جابا وتكيبنج انامالز اقدر اقول لي ايه هنا يا جودي نو وي نو وي نو نحن نعرف ماينفعش نوز لا لان عندي وي جامع يبقى ماينفعش الاس قلنا امتى الاس يا حلوين اذا كان الفعل يصير هي او شي او ات اي اسم مفرد اي اسم مفرد يبقى اس نمبر اتين يا احمد يوائل بيقول لي what is forte does he اه سمعني كده سمعني اشان ما سمعتش اللي فات please please طيب اه احمد كده صح يا شباب لا طبعا يا سيرة هتبقى please ايوا كده ايوا كده عايزكم انتو بصحاحوا نفسكم ماينفعش يا عم احمد اقولك does و please يا عم احمد واكدنا على الكلام ده اكتر من حسة does مع please مايمشيش يا سير ماهو يا does يا بلايز الاس تبقى موجودة في حجم اللي اتنين ماينفعش تيجي مع اللي اتنين الاول الاس ديت يا سير اللي بتيجي معه هي حبيب قلبي ما الاس اللي كانت معه هي انا استخدمت بدلها يبقى does يبقى what does 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 he play ليه يا سير بليه وانا بعده do does don't and doesn't ما اصدر صح يا جودي يا عيمن صح يا سير ايوه يبقى بعده do does don't and doesn't مصدر ياسير اللي هو play يبقى اسمها what is port does he play number 19 يا رتال بيقول لي lions هي lions ديت مفرضة لجامع ايه جامع جامع يبقى تاخد اس تانية ماينفعش يا سير لا don't تاخد don't يبقى lions don't lions don't معناها ايه lions يعني z مع z باستخدم don't وبعد don't المصدر هو تيت number 20 يا حسن she doesn't eat doesn't eat يا سير على طول بعد don't doesn't مصدر اللي هو ايت بعد ياسير الverb وتعب والverb وتدو والverb وتو بي تمام بيجي في المصدر لا يا كوتش ما تبوازليش الدنيا ما تحطش قعدة وتبوازلي الدنيا يا حسن هو حبيب قلبي بعد verb وتدو بس تمام يعني بعد do does don't وتو دازن انما verb وتو بي يعني ام وز وار ام از ار عايز ايه حسن i-n-g يا حسن نزبط الدنيا ايوة يبقى انا عندي يا سير لو عندي do does و did do does did do does did دا اللي مصدر انما msr i-n-g have has اه لأ بقى have has راح هو يلعبوا في حتة تانية اسمها البيبي اه افتكر الكلام دا كويس يبقى ايزا انا هركز دلوقتي مع don't doesn't msr بس يا حسن يبقى شي doesn't eat number twenty one يا برا بيقول where he go where he go طب ما هي بتاخد is وهي بتاخد does بس من اللي is where does 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 he go where does he go انت كانت تبقى is لو دا he going تمام يبقى where does he go number twenty two عبد الرحمن بقول she to school late عبد الرحمن goes never يا راجل هقول goes never ولا never goes never goes الترتيب الفعل عندي ان بييجي قبل ظرف التكرار بسمها she never goes she never goes جملة الاخيرة هنا يا ست كادي بقول سهة وركزي عشان دي عكس اللي فاتت ماناش دعو باللي فاتت اللي فاتت دي لها قعدة ودي لها قعدة تانية اتفضلي is is never ايوه كده 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 فهمنا القادة اللي سير يقصدها ايه يا باشا اني بستخدم never زي always زي sometimes زي قبل اي فعل ما عدا am is are يسير ما لهم never تيجي بعدهم يعني هقول سهة is never سهة is never ما ينفعش never is لا دي انا عندي am is are بعدها never am is are بعدها never او always او sometimes ايو يبقى سهة is never معناها isn't يعني هروح لنمبر 24 جودي ايمن هاو يا ماما does she visit هاو does she visit هاو اوفن ياسير وعندي داز فاعل مصدر اهو داز فاعل مصدر اهو وتكون السؤال حركة قلت ان احفظوه هاو اوفن ثم داز فاعل مصدر طي ده بيقول twice اوي دي ايجابة عال السؤال اللي بيقول هاو اوفن ياسير ما انت قلت how many times مش how many لوحدها how many times مش how many لوحدها يبا how often بتزاوي how many times طب ميني بس لا ما تمشيش معايا تمام وانا طبعا قادر اجاوب عليها بتويس او وانس او سري times او always واخوتها number 25 يا حسن بقول it in august يا حسن كن انا يسير حسن حسن رفع ايده سلام عالش حسن معالش يسير والله ينفت نزلها بس لما كنت رفعها طب اتفضل حل 25 25 25 it never rains in august بس كده ايو صحصح معايا ما تروحش بعيد يبقى اسمها it never rains it never rains rains يفعل اساسي يجي لي بعد never يجي لي بعد never يلا يا ريتال علا and her sister يعني زي ايو يعني زي يا سير علا واختها زي good to the teacher يبقى هقوله are always they are always لي يا سير حبايبي انا عايز are اولا لانه عند علا وستر يعني الفعل جمع يعني زي طيب ليه ما قلتش always are حبيب قلبي ما احنا قلنا قلوز اخوتها يجو بعد ام وزوار يجو بعد ام وزوار you are always number 27 اوليا احمد how often how often do brush or teeth كم مرة بتنظف فيها سنانك يا مالك يا مالك مالك وبعدين جودي بقول اي مين في دولة my grandparents every week end هاولو اي ها اي يو جالي فيزت ولا فيزت يو جالي ولا يو جالي فيزت اي اي يو جالي فيزت اللي هي الاولى يعني توصل مش كده اه اه برافو عليك اي يو جالي فيزت احنا قلنا يو جالي بتيجي قبل الفعل الاساسي كلام جميل دي مش اس لاني سنانك كده معن اي واتفالنا ان اي وي يو زي مصدر اي وي يو زي مصدر امتى الاس مع هي وشو ات اخر جملة يلا ست جودي بقول شي her pet animal to the park بقوله شي she often takes she often takes اللي هي الاخيرة she often takes هروف عادي كده لمجموعة جملة تانية بيشوفنا مذاكرين كويس وفاهمين الدنيا ماشية ازاي ولا لا جملة الاولى جودي ايمن we we rarely have enough people for all our projects ممتاز جدا جدا طبعا الجملة متاخدة من القطع اللي احنا قرناها قبل كده اللي كانت بتتكلم عن الميني فورستز فقدر اقول له هنا we really have we really have نادرا ما بيكون عندنا ما بيكون عندنا ايه enough people ناس بعدد كافي لمين for all for all our projects لكل مشاريعنا يبقى we really have enough enough people for all our projects يعني نادرا ما بيكون عندنا ناس تكافي المشاريع بتاعتنا متاخدة الجملة من القطع نامبر نامبر تو نامبر تو نامبر تو جودي لواتي ما حضرتك سي we 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 follow effective management methods forest management methods يبقى هقوله هنا we we follow القواعد الإدارة السليمة والمؤسرة طبعا للغبات النقطة نامبر three يلا يا حسن these these people help reconnect nature with areas يعني أنا هقوله these people these people these areas help to connect people with nature أيوة كده ممكن كده ممكن تمام يبقى زيز عايزة اسم جامع كان عندي people وعندي areas هي البيبل اللي هتساعد المناطق بتعيد للطبيعة ولا المناطق اللي بنزرحها الجديدة اللي هي باسمها الميني فورستز هي اللي هتعيد العلاقة ما بينه التواصل بين الإنسان والطبيعة أيوة كده يبقى له these areas مالها help بتساعد طبعا help people بتساعد الناس reconnect إنها تعيد التواصل with nature مع الطبيعة تمامي حسن يبقى الجملة دي ترتبها we never grow عمرنا ما بنزرع foreign plantis نباتات غريبة أو أجنبية in our projects film ما بنزرع